نولة الإمارات أول شيء في قيادة الرشيد وضع السياسات واضحة اقتصادية يعني من ثلاثة عوام تغريباً بدأنا نوضع سياسات واضحة في استقطاب الاستثمارات من أول قانون سياسة واضحة كان التملك اللجنة بمئة بالمئة ثلاثة التفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ثلاثة أيضاً كذلك الإقامات الذهبية فهمنا اليوم معنى التجارة والاقتصاد والاستثمار حققنا في آخر ثلاث سنوات أرقام قياسية في 2021 رقم قياسي في الاستثمار الأجنبي المباشر تقريباً من ثمانة عشر ستعشر مليار رقم في 2022 رقم قياسي كذلك ثلاثة وعشرين مليار دولار تحقق في عام 2022 هذا الأرقام دول دمارات بتحقق إن شاء الله في عام 23 و24 و25 أرقام قياسية أخرى وانترى الأرقام إن شاء الله في وقتها لا توجد أرقام محددة لعام 2023؟ بتطلع إن شاء الله بس إن شاء الله نحن في وقتها حالياً أرقامنا اليوم مثل ما قلت لك سياسات دولة الإمارات واضحة في تحقيق أرقامها سياسات واضحة نحن أكثر قرب لقطاع الخاص السياسات الاستثمارية التي تم وضعها تم تعيين مع محمد حسن السويدي وزير الاستثمار في دولة الإمارات في تركيز مباشر للاستثمارات العالمية والداخلية ماذا عن نمو النتج المحل الإجمالي لدولة الإمارات في 2023؟ وكيف كان أداء القطاعات الإقصادية غير النفطية؟ في أول نصف لإقتصاد دولة الإمارات نحن تقريباً حققنا 3.6 ناتج محلي جمالي 5.9% من إقتصاد الغير نفطي هذا النمو يتزايد في عام 2020 حققنا 7.9% نمو الناتج المحلي لكن 7.2% كان غير نفطي في معنى أن نحن اليوم النمو الاستدامي لقطاع المستدام أكثر وكثر نحن في الأول مرة لتاريخ دولة الإمارات نوصل إلى 74% من الناتج المحلي الجمالي غير نفطي فيصبح اليوم توجهنا نوصل إلى الرقم 75 و76 و78 ونوصل إن شاء الله 8% من الناتج المحلي الجمالي غير النفطي وهذا النمو الرئيسي لهذا القطاعات الإقتصادية كلها أتت في الاقتصادات الجديدة التي وضعت فيها السياسات دولة الإمارات منها القطاع الصحي والرعاية والفضاء والزراعة التكنولوجيا الصراعية والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الصحية والتكنولوجيا التعليمية فصار عندنا اليوم مستثمرين من كل أنحاء العالم في الاقتصادات الجديدة ما هي أبرز القطاعات التي ساهمت في تحقيق النمو؟ وما الذي ساعد على زيادة جاذبية الدولة لاستثمارات الأجنبية المباشرة مع العلم أن الاقتصاد العالمي يمر بفترة اضطرابات؟ ولكن اليوم الاقتصاد والاقتصاد في كوفيد-19 بيّن للعالم أن دولة الإمارات وليس دولة فقط للمنطقة بل هي دولة للعالم أصبحت منصة رئيسية للعالم 200 جنسية من حناء العالم تعيش في دولة الإمارات عاشت في كوفيد-19 تحضل قيادة الرشيدة دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زادة النهيان وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد الراشد المكتوم وأخوان الحكام في ضر رعاية تامة الصحة كانت أولوية قصوة للمقيم والزائر والمواطن في دولة الإمارات بيانا عليه أطمئن العالم وشاف دور دورة الإمارات عالميا أصبح اليوم هو المكان الأول لبناء التجارة والاقتصاد والشركات وأعمال التجارية لأنهم وثقوا بقيادة دولة الإمارات بأنها سوف تتحمل التحديات العامة العالمية للصير وتوفر كل البيئة المناسبة للاقتصاد والتجار في هذا المطار كيف يتم التعامل مع التقلبات القصادية الكبرى على مستوى العالم من تأثيرات جيوسياسية ضغوطات رفع أسعار الفائدة على المستوى العالمي وأيضا بساعر الاقتصادات لاحتواء التضخم كيف يتم التعامل من قبل دولة الإمارات مع ذلك؟ دولة الإمارات اليوم تعاملت مع تحديات أكبر في آخر عشر إلى عشرين سنة نحن نوجد في منطقة فيها تقلبات كبرى فيها تحركات كثيرة فيها تحديات عالمية سياسية جيوسياسية جيو اقتصادية لكن في ظل وجود القيادة الرشيدة والسياسة الواضحة والسياسة الانفتاح في هذه العملية ستتم اقتصاد دولة الإمارات بأكثر مرونة يتعامل مع هذه الطلبة بمرونة بسلاسة بمتانة قوية في عملية الدفاع الأول عن الاقتصاد الوطني في عملية هذه التقلبات العالمية سؤال أخير عن الفين وارب وعشرين كيف ترون هذا العام؟ ما هي أبرز الخطط والمشاريع في هذا العام؟ هذا العام هو مشاريع بعد كوب 28 سياسة العالمية اللي وضعتها دولة الإمارات في استقطاب العالم وضع سياسة عالمية حول التغير منها ننظر هذه السنة اللي ستكون سنة خضراء سنة تركز على سياسات تنتج لعملية استقطاب استثمارات كبيرة في خفض انبعاثات الكربون نحن على عالم اقتصادي من خفض الكربون يجب أن نرى أيضا كذلك في ممارسات فتكون سياسات واضحة في استقطاب شركات عظمى وكبرى في استثماراتها في خفض انبعاثات الكربون ليس فقط لدولة الإمارات لكن أيضا كذلك للمنطقة والعالم فتكون دولة الإمارات مثل ما كانت سابقا منصة رئيسية لاستقطاب الشركات للمنطقة والعالم ستكتل أيضا كذلك للعالم واستمراريتها مع الوزير شكرا جزيلا لك شكرا الله اشتركوا في القناة